من واصل دراستنا من كنيسة القديس يحنى البازلكة الكبيرة هذه الكنيسة على فكرة بنيت في القرن السادس ميلادي أيام الإمبراطور جستنيان بنيت معها أيضاً كنيسة آية صوفية في إسطنبول والشيء الغريب أن استخدموا نفس الحجارة لأنه صار في زلزال في أفسوس فدمرت واستخدموا الحجارة نفسها لبناء هذه الكنائس طبعاً عندما نقول بنيت في القرن السادس يعني بنيت على أنقاض الكنيسة التي قبلها من أيام البزنطيين على الأرجح في القرن الرابع ميلادي جاء يحنى الرسول وسكن في هذه المنطقة مدة طويلة كان يعلم ويؤسس كنائس وحدث طبعاً اضطهاد شرس وشديد في أيام الإمبراطور دومشيان مما أخذ يحنى إلى السبي في جزيرة باطموس وبعد موت الإمبراطور دومشيان رجع إلى أفسوس وكمل في خدمته أيضاً ترجمة نانسي قنقر